بالنسبة لحرب تموز أنا قلت أن حرب تموز هو لحظة انعطافية في التاريخ المعاصر في المنطقة وهو في الحقيقة انتقال لقوى الممانعة والمقاومة من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم يعني الآن هذه القوى تشعر بأن لديها خلفية قوية للتحرك إلى الأمام للقيام بمبادرات الآن فيما إذا انتصر أوباما بالتأكيد لن نصل إلى حالة النيرفانا ولكن سوف يكون الوضع أقل سوءا من الوضع الذي عليه الآن في إطار إدارة بوش لا يمكن أن يكون هناك وضع أسوأ من الوضع الذي عليه الآن ثم من جهة أخرى إذا كنا واقعيين فلننتقل مثلا إلى الحالة الأمريكية أوباما لديه إرث ثقيل فشل سياسي في العالم لإدارة بوش لديه أزمة مالية مستعصية لديه ولايات متحدة مكروهة على المستوى الشعبي والرسمي في جميع أنحاء العالم عليه أن يفعل شيئا جديدا لينقل سمعة الولايات المتحدة الأمريكية نحن لا نؤمن بالدراما وبالتغيير الكبير وخاصة بأن الرئيس الأمريكي ليس على كل شيء قدير ولكن عليه أن يفعل شيئا ما هو هذا الشيء؟ بالتأكيد سوف يكون أقل سوءا مما فعله بوش هذا من ناحية إذن لدينا ولايات المتحدة الأمريكية مع مشاكل كبيرة في الطرف العربي الطرف المقاوم والممانع لدينا انتصار تموز لدينا تحرير غزة لدينا موقف سوري إيراني قوي استطاع أن يواجه إدارة بوش يعني لا أعتقد أن من استطاع أن يقول لا لهيمنة إدارة بوش سوف لن يقول لا لأوباما إذا طرح أوباما مشروع هيمنة في المنطقة وأنا أعتقد أن برنامج أوباما يعني ليس ورديا برنامج أوباما لا يختلف كثيرا عما يطرحه الجمهوريون بالنسبة للمنطقة يعني حتى في العراق حتى بالنسبة لدعم إسرائيل وبالنسبة لأفغانستان وبالنسبة لإيران هناك ربما تغير في الشكل ولكن ليس هناك تغير في المضمون لذلك نحن لن ندخل الجنة مع انتصار أوباما لكن سيكون المناخ العالمي أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في عهد بوش لاحظ دول الممانعة وخاصة سوريا وإيران وأنا هنا أتحدث عن سوريا بشكل خاص تعرضت لضغوطات لم يتعرض إليها دولة في العالم في التاريخ المعاصر أشكال كثيرة منها مثلا بما أننا نتحدث عن ما يسمى بالمحور المعتدل أن هذا المحور طلب منه إثارة قضايا مع سوريا هي غير مطروحة أصلا مثلا لبنان طرح مسألة تسويت الحدود حتى الأردن طرح مسألة تسويت الحدود يعني أنا أعتقد لو دول أخرى كان لها حدود مع سوريا لطرحت هذه المسألة لكي ينالوا علامات حسن سلوك في الجدول الأمريكي هذا المناخ أعتقد أنه الآن انتهى ليس فقط بسبب التغيرات في الولايات المتحدة الأمريكية وبسبب أن المحور المعتدل والمحور المقاوم استطاع أن يقف في أصعب المراحل أريد أن أشير إلى ناحية فقط أن إيران وبخاصة سوريا كان أمامها مهمات يعني رئيس بشار الأسد كان أمامه مهمات لم تكن أمام حافظ الأسد ولم تكن أمام جمال عبد الناصر دائما كان هناك من يدعم العرب سواء اتحاد سوفيتي أو رأي عام عالمي أو مجلس أمن أما في هذه المرحلة السبع سنين الماضية كانت سوريا تقريبا وحيدة حتى أن هناك كان عرب ضدها إضافة إلى أنه لأول مرة في تاريخ المنطقة المعاصر كانت على الحدود السورية قوات أمريكية بريطانية في حالة قتال أي أنها في ظرف ربع ساعة تتلقى الأوامر للعدوان على سوريا كما حصل قبل أيام لكن سوريا صمدت في مرحلة لم تمر على أي بلد عربي وحتى عالمي في التاريخ المعاصر دكتور كيف يمكن لنا أن نتحدث عن مناخات جديدة إذا كانت الصورة أن بارك أوباما يريد أن يحافظ على التفوق النوعي الإسرائيلي في المنطقة لا يريد أن يسمح لإيران بامتلاك طاقة نووية والدول الممانعة وإيران وسوريا لا تريد يعني طالما كما قلت لم تستجيب لإدارة جورج بوش التي كانت تهدد بأعمال عسكرية فكيف ستستجيب لأوباما وبالتالي هنا التشكيك عن أي مناخات جديدة يمكن أن نتحدث في ظل هذا التمسك بالمواقف من كلا الطرفين نعم تحدث هذا الموضوع قلت أننا لسنا عمام مناخات وردية لكننا عمام مناخات أقل سوءا لسببين الفشل الإرث الفاشل الأمريكي والانتصارات النسبية لقوى المقاومة والاعتدال لذلك سوف يكون هناك واقع جديد في المنطقة ثم هناك ناحية منهجية ربما ننساها وهي الفرق المنهجي بين التيار المقاوم والممانع في المنطقة والتيار الآخر التابع للولايات المتحدة الأمريكية أن التيار الممانعة يعترف بالآخر نحن نعترف حتى بإدارة بوش ونريد أن نتعامل مع هذه الإدارة لكن هم الذين طرحوا مشروع أو طرحوا شعار من ليس معنا فهو ضدنا هم لم يعترفوا بالآخر أما نحن فاعترفنا بالآخر حتى على المستوى العربي سوريا تمد يدها لتضامن عربي سوريا تطالب سوريا مفتحة سوريا تريد أن تعيد بناء العلاقات مع الرياض دكتور مهدي اسمح لي أن أتحول إلى واشنطن مجددا إلى دكتور منذر سليمان في الحقيقة سوى هذا يعني عنوان نعم دكتور منذر في واشنطن الآن نحن أمام انتخابات رئاسية جديدة بشكل واضح وقاطع فيما يتعلق بموضوع سياسة المحاور في المنطقة التي كانت التسقط بشكل أو بآخر بالإدارة الأمريكية السابقة هل هذه السياسة ستنتهي؟ على اعتبار أن الديمقراطيين يطرحون مشروع الحوار والجمهوريون خلال الفترة الماضية كثير من الأصوات ارتفعت في واشنطن أن يجب مراجعة السياسات الماضية خاصة فيما يتعلق بالمقاطعة أنا أود أن نشدد مرة أخرى على السلوك الإقليمي وليس سلوك الولايات المتحدة أنا أعتقد الولايات المتحدة الآن في عملية انتقالية تاريخية اشتركوا في القناة